أن تستفيد مصر من عقول ومخزن الخبرات المصري الموجود خارج مصر بدلاً من أن تكون أموراً فردية فيها قدر من الاجتهادات تحولت إلى إطار عبر منصة رسمية دشنتها وزارة الهجرة وهي مصر تستطيع بكل مؤتمراتها المختلفة في كل نمادجها ما الذي تم إنجازه في هذا المشروع عبر ترجمة هذه الخبرات والأفكار على الأرض سيدة نزيلة بالتأكيد أنه ملف آخر مهم هو ملف الاستفادة من الخبراء والعلماء والأساتذة في الخارج عشان كده الحقيقة عملنا سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر تستطيع بالتاء المربوطة للمرأة المهاجرة مصر تستطيع بالتعليم مصر تستطيع بأبناء النيل لكل مشاكل الري واستصلاح الأراضي وأخيرا كان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية كل مؤتمر من هذه المؤتمرات كان بشراكة وبتنصيق مع الوزرات المعنية بهذا الملف عشان نقدر أن نعمل ورش عمل طليق بالعالم والخبير اللي راجع ونقدر أن نستفيد بيه من خلال النقاط اللي بتطرحها الوزارة المعنية بالتأكيد نتائج سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع أنا فخورة بيها عملنا الكثير جدا زي إطلاق أول أطلس شمسي بالتعاون مع وزارة الكهرباء هراس أمير مع وزارة الانتاج الحربي الحقيقة الكثير من الانتاجات والحقيقة المشروعات اللي تمت بالتأكيد أنه طبعا بعد أزمة كورونا توقفت هذه المؤتمرات لأن احنا كنا بنستعد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة لأنه مهم جدا أن احنا نستفيد من خبراءنا في المجال الصناعي وده اهتمام القيادة السياسية إنما ابتدينا أن احنا نستفيد من العلماء والخبراء من خلال طبعا الأطباء المصريين فيما يتعلق بأراءهم في السياسات العامة وفي تحليل البيانات من هذا الوباء زي دكتور هشام العسكري ودكتور أشرف الفئي ودكتور أسامة حمدي وأيضا تواصلنا مع وزارة التخطيط أيضا نظمت وزيرة الهجرة مع وزيرة التخطيط جلست حوار مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين اللي شاركوا في مؤتمر مصر تستطيع عشان نشوف ما بعد كورونا والتحديات الاقتصادية اللي بتواجهها الدولة فعلى الرغم من طبعا يعني لسوق الحظ إنه إحنا مش قادرين نعمل هذه المؤتمرة دلوقتي إنما بنستمر كمتابعة مع خبراءنا في الخارج للاستفادة منهم في هذه الظروف الاستثنائية